موزق خلاق للتعاون الاستراتيجي البدناء بين الدول العربية تحت رعاية رئيس عبدالفتاح السيسي أقامت مؤسسة الأهرام احتفالية بمرور مئة عام على ميلاد الشيخ الزايب بن سلطان ألنهيا بالتعاون مع صفارة الإمارات العربية المتحدة وذلك تحت عنوان زايد في قلوب المصريين حضر الاحتفالية رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والشخصية العامة إنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم اليوم وسط هذا الجمع الكريم الذي اتلف على حب وتقدير سمو الشيخ زايد بن سلطان ألنهيا طيب الله ثراه حرصا من جانبنا على مشاركة دولة الإمارات الشقيقة في احتفائها هذا العام بمئوية مؤسسها وصانع وحدتها المخفور له بإذن الله الشيخ زايد الأصيل بمعدنه الخالد بمآثره شرفنا كثير جدا بهذا التواجد أيضا عدد كبير جدا من الوزراء واندل على شايفينما يدل على حب المصريين للشيخ زايد وحبهم للإمارات مثل ما حبهم حقيقة الشيخ زايد وحب مصر خلال الاحتفالية تم عرض فيلم تسجيلي عن الشيخ زايد الذي أدرك قيمة الوحدة العربية وسعى إلى تحقيقها وفي عام 1971 نجح في بناء أول فدرالية عربية كما أيقن أهمية الجوار والحوار وساهم بدور بارز واستضاف أول قمة عربية في أبوظبي عام 1981 جمهورية مصر العربية هي قلب العروب النابض وليس بغريب أن سمو الشيخ زايد رحمه الله كان مؤمنا بدور مصر وكان واثقا بأن الأمة العربية مصيرها مع مصير مصر التاريخ الإنساني يؤكد أن القادة الذين يصنعون الفارق في تاريخ شعوبهم لا يرحلون والشيخ زايد ما زالت ذكراه متجددة لما زرعه من خير في نفوس أبنائه والوطن العربي